حلو خلال أيام ذكرى الخمسون لانتصارات اكتوبر المجيدة هي الذكرى الغالية بتحرير الأرض الذي بذل من أجلها الألاف من أرواحهم ودمائهم اليوم لا تزال سيناء على موعد مع كفاح الأبطال من أبنائها ولكن في دروب ومجالات التنمية المختلفة لتشهد أرض الفيروز تنمية شاملة المزيد مع الزميلة ليلة عمر أهلا بكم بالتوازي مع عمليات تطهير أرض سيناء من الإرهاب تبنت الدولة استراتيجية وطنية لتنمية أرض الفيروز ضمن خطة طموحة لتعميرها وجعلها منطقة استثمارية جاذبة عبر تنفيذ عدة مشروعات قومية وتنموية عملاقة وذلك باعتبار أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة ففي إطار خطة التنمية الشاملة في سيناء وزعت الدولة تحركاتها على ثلاثة محاور وذلك من أجل تغيير شكل الحياة بالكامل في سيناء فالمحور الأول تمثل في التنمية العمرانية المتكاملة والثاني في تحسين مستوى الخدمات الأساسية أما المحور الثالث فكان خاصا بالتنمية الاقتصادية وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لجميع المقومات التي تتمتع بها سيناء وخلال السنوات الأخيرة بلغ حجم الاستثمارات في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة 700 مليار بنيها وتنوع تلك الاستثمارات ما بين صناعية وزراعية وتجارية مع تنفيذ شبكة بنية تحتية كبرى تزيد من ربطها بباقي المحافظات وتقربها من قلب الوطن وفي مجال ربط سيناء مع باقي المحافظات تم تنفيذ ورفع كفاءة 5000 كم من الطرق والأنفاق حتى نهاية عام 2022 وإنشاء سبعة كبار عائمة على القناة بتكلفة 990 مليون جنيه كما تم إنشاء خمسة أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة 35 مليار جنيه لتسهيل حركة عبور المواطنين والبضائع أما في مجال التنمية الزراعية فعملت الدولة على زيادة مساحة الأراضي المستصلحة والمنزارعة بنسبة 176.7% حيث بلغت 285 ألف فدان في عام 2022 بينما تصل مساحة مشروع تنمية سيناء إلى 1.1 مليون فدان منها 285 ألف فدان مساحة منزارعة كما تم إنشاء 18 تجمعا زراعيا بإجمالي 2122 مستفيدا ونحو تعمير أرض سيناء ومدن القناة نفذت الدولة العديدة من المدن الجديدة لعل أبرز هذه المدن هي الإسماعيلية الجديدة ومدينة سلام مصر بشرق بورسعيد ومدينة الجلالة بمنطقة غرب قناة السويس مباشرة والتي تعد مشروعا عملاقا يخدم عملية التنمية لهذا المحور اللوجستي المهم وضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات تم تنفيذ 131 ألف وستمائة وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة بلغة 23.26 مليار جنيه كما تم تنفيذ 54 ألف وخمسمائة وحدة سكنية لتطوير العشوائيات لتصبح سيناء خالية من العشوائيات غير الآمنة أما في مجال الصحة فتم إنشاء وتطوير 50 مستشفى بتكلفة تجاوزت 4 مليارات جنيه وبأرقى ما وصل إليه العلم في بناء المستشفيات فضلا عن إنشاء 154 مركزا ووحدة صحية بينما تم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء إذن نقلة حضارية غير مسبوقة تشهدها شبه جزيرة سيناء خلال السنوات الأخيرة نتيجة توافر إرادة سياسية حقيقية وقد آن الأوان لتنعم أرض سيناء المباركة بثمار تحريرها وأن تشهد حضارة ونموا وعمرانا يحقق آمال أهلها اشتركوا في القناة